اعزائي الطلبة والطالبات تخصص زخرافة وعلان اهلا بكم في احدى حلقات مادة تكنولوجيا العمليات النهاردة ان شاء الله اناخد الدهان السيليكوني والدهانات السيروليزية احنا طبعا تناولنا الحلقة الماضية دهانات بوية الافران وقلنا ازاي بيتم تنفذها على الاسطح المعدنية وكيفية اعداد الاسطح المعدنية وبالتالي تحدثنا عن دهان الرش الساخن وقلنا ان دهان الرش الساخن لابد من تطبيقه عند درجة حرارة 71 درجة مقوية ما ينفعش ان الديهان تقل هذه الدرجة عن 71 وقلنا ليه لان طبعا المواد الراتنجية اللي هي بتكون صلبة في تركيب البوية تصل عند درجة 71 وبيحدث لها سيولة وتكون في حالة لازجة لو ارتفعت درجة الحرارة بتتحول لدرجة سيولة عالية وبالتالي بتعمل تسيل على سطح اللي انا بقوم بعملية دهانه اللي هو سطح المجهولة المعدنية النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الدهانات السيليكونية وكنا ادينا فكرة الحلقة الماضية عن الدهانات السيليكونية بالنسبة للدهانات السيليكونية من الدهانات اللي بتتحمل درجات الحرارة العالية وايضا درجات الحرارة المنخفضة بتتحمل درجات الحرارة العالية اللي قد تصل او بتبدأ من ربمائة درجة مئوية حتى ستمائة درجة مئوية وقد تزيد عن ذلك ولذلك احنا بنستخدمها في دهان المشغولات اللي تتعرض لدرجة حرارة على سبيل المثال مثلا بالنسبة للصاج اللي هو بيوضع داخل الافران طبعا بيتعرض لدرجة حرارة عالية فاللي بيتم فيه الخبز القرص او العيش او خلافه طبعا بيتعرض لدرجة حرارة عالية فبالتالي احنا بنقوم بعملية دهانه بديهنات الرش السيلي طيب النهاردة ان شاء الله بالدهان السيليكوني طبعا بنقوم بعملية دهان السعود النهاردة بقى هنبدأ نتناول الدهان السيليكوني على الاسطح المعدنية المختلفة زي مثلا سطح الحديد له طريقة اعداد وايضا سطح الالمونيوم له طريقة اعداد وكذلك سطح الماغنيسيوم وهنبدأ نتعرف ايضا على مميزات الدهان السيليكوني على الاسطح بكافة انواع طيب نبدأ نستعرض مع بعضنا المراحل اللي احنا تحدثنا عنها دهان السيليكوني دهان السيليكوني طبعا بالنسبة للدهان السيليكوني زي ما قلنا اول حاجة طبعا المميزات بتاعته درجة الالتصاق يلتصق بسطح الالمونيوم يلتصق بسطح الالمونيوم والماغنيسيوم جيدا ولا يمكن خدش طبقة الديهان بسكين او مفك اما بالنسبة لسطح الحديد فدرجة الالتصاق تكون جيدة كلما تم اعداد الاعداد الصحيح بالنسبة لدرجة التانية او درجة مقاومة الحرارة بيتحمل درجة الحرارة العالية زي ما قلنا ويعمر فترة طويلة وبيتحمل الظروف القاسية من تعرض للرطوبة والغازات الحمضية والقلوية وكذلك 250 درجة النقطة التالتة من مميزاته اللي هو الدهان السيليكوني مقاومة الرطوبة والمياه مقاومة الرطوبة والمياه بيقول لي تتنافر دهان السيليكون مع الماء وطارد له يعني ايه؟ يعني ما بيثبتش على سطح المعدن اما بيكون سطح المعدن مدهون بالدهان السيليكوني المياه لو وقفت على سطح المعدن وهو مدهون سطح المعدن ما بيمتصوش نهائي حتى بعد مرور سبع ايام حتى بعد مرور سبع ايام ولو حصل حتة انتصاص او جزئية انتصاص فبيمتص في حدود اتنين من المية في المية اتنين من المية في المية درجة انتصاصه للرطوبة او المياه اي ما يعادل سبع ايام لم ينتص اكثر من اتنين من المية في المية من الرطوبة ويؤكد ذلك ايه؟ مقاومته للرطوبة نيجي بقى طبعا اعداد الاسطح وزي ما قلنا ان اعداد الاسطح عندنا سطح العديد له درجة اعداد وكذلك سطح الالمونيوم وكذلك سطح المغنيسيوم طيب نشوف الاول بالنسبة لسطح الحديد بيتم اعداده ازاي اول حاجة طبعا انا عندي على سطح الحديد بيكون فيه طبعا مشغولة لسه جديدة يعني ما ادهانتش قبل كده ببدأ ازيل الزوائد زوائد اللحام اللي موجودة على المشغولة او لو فيه بقايا او اثر للصدق ببدأ اشيله اما بمكينة الصنفرة او الساروخ الكهربائي ببدأ ازيل هذه الطبقة او زوائد اللحام طيب بعد كده ببدأ ارش السطح بالرمل اللافح ارش السطح بالرمل اللافح واحنا قلنا قبل كده ان الرمل اللافح ده يعني الرمل السخن الرمل السخن ببدأ اصلط طيار من الهواء الممزوج بالرمل طبعا من خلال المسدس بيبدأ يطلع مصلط على سطح المشغولة بيبدأ ينقرها كده التنقير ده بيعمل عملية خلخلة في السطح لو فيه اي بقايا من اي من الصدق بيبدأ ايه يلقالها من مكانها على السطح طيب وبعد كده ببدأ اعمل ايه باغسل المشغولة بتاعتي بالمية الجارية باغسل المشغولة بتاعتي بالمية الجارية وبعد عملية الغسيل بيتم تكفيفها وفي الغالب بنسلط عليها الطيار من الهواء البارد علشان بيبقى فيه بعض ثناية وبعض اماكن وتجويفات داخلية صغيرة فبالتالي بيصعب ان انا اجففها بقطعة قماش فبالتالي ببدأ اصلط عليها ايه زي ما قلنا طيار من الهواء علشان يقوم بعملية اتمام جفاف المشغولة عشان تكون جاهزة لاستقبال طبقة الدهان السيليكون طيب نيجي بعد كده هنتعرف على الالمونيوم هنتعرف على الالمونيوم ازاي بنعد سطح الالمونيوم ازاي بنعد سطح الالمونيوم اول حاجة بينظف السطح جيدا بمحلول ينظف السطح جيدا بمحلول المحلول مكوناته كحول زائد حامض الفسفوريك زائد كرومات الخرصين كحول زائد حامض الفسفوريك زائد كرومات الخرصين بنسب معينة طيب كده يكون السطح جاهز لاستقبال الديهان اللي هو طبق الديهان الايه السيليكون طيب يا لذلك ايه يا لذلك طبعا اعداد سطح المغنيسي يبقى انا كده اتكلمت عن سطح المعدن الحديد واتكلمت عن سطح الالمونيا بالتالي بنتكلم عن سطح المغنيسيوم كيفية اعداده الاعداد الصحيح لاستقبال الديهان السيليكون اول حاجة بيقول لي يغمر السطح يعني المشغولة بجيبها واغمرها في محلول هذا المحلول تركيزه 20% هذا المحلول تركيزه 20% من حمض الهايدروكلوريك حمض الهايدروكلوريك بيترك مغمور في هذا الحمض لمدة 5 دقائق بيبدأ بتانه كده موجود 5 دقائق في محلول حامض الهايدروكلوريك اللي تركيزه يعني بنسبة تخفيف يعني انا خففته بحيث يبقى نسبة التركيز بتاعته 20% نسبة التركيز بتاعته تكون 20% بعد كده برفعه بعد مضي الخمس دقائق وبضعه في محلول اخر اللي هو بيكرومات السوديوم بيكرومات السوديوم وبضعه لمدة زمنية قد لا تقل عن 45 دقيقة يبقى بحطه في حمض الهايدروكلوريك وبسيبه 5 دقائق بعد كده برفعه بحطه في بيكرومات السوديوم واتركه لمدة 45 دقيقة حتى يتم ازالة اي شوائب اي اي مواد على سطح الماغنسيوم طيب وبعد كده يكون السطح جاهز لاستقبال طبقة الديهان السيليكوني يبقى انا كده جهزت سطح الحديد جهزت سطح الالمونيوم جهزت سطح الماغنسيوم طيب الثلاث اصطح دول هل مراحل تطبيق الديهان السيليكوني عليها هل بتختلف بقى لا هو الاختلاف فقط في عملية الاعداد عملية الاعداد بس اللي بيبقى فيها اختلاف الحديد له طريقة اعداد والالمونيوم له طريقة اعداد اخرى والماغنسيوم له طريقة اعداد اخرى اما مراحل تطبيق الديهان نفسه بقى اللي هو الديهان السيليكوني بتعتبر واحدة طيب نبدأ نشوف كده بقى مراحل الديهان بتاعتنا هتكون ازاي اول حاجة طبعا بيديني بطانة بندي بطانة طيب البطانة دي بتتكون من ايه وهي في نفس الوقت بطانة وقد تكون الضهارة يعني الوجه النهائي او الوجه الاخير طيب بيقولي بنبدأ ندي السطح مكونات اولا 35% اكسيد الحديد الاحمر بنسبة 35% عبارة عن مصحوق عبارة عن مصحوق بجيبه وبضع عليه 35% ايضا كرومات الخرصين وضع عليه 35% كرومات الخرصين واضيف عليهم المادة الثالثة اللي هو بيبقى عبارة عن حاجة اسمها الاسبيستوس الناعم بنسبة 30% يبقى انا عندي 35% اكسيد الحديد الاحمر بضرة مضاف عليهم او مصحوق مضاف عليهم 35% كرومات الخرصين برضو بتبقى عبارة عن مصحوق بضيف عليها مصحوق ايضا بنسبة 30% اللي هو الاسبيستوس الناعم بنخلط التلاتة مع بعضهم تمام وبناخد منهم جزء الجزء ده قد يكون كيلو قد يكون اتنين كيلو قد يكون تلاتة كيلو المهم باخد جزء من هذه الكمية الكاملة وضع عليها جزء مماثل لها من الراتنج السيليكوني من الراتنج السيليكوني يعني التلات مواد دول عبارة عن مصحوق بخلطهم وباخد منهم جزء وجزء مماثل ليه بالزبط يعني اذا كانوا خدت اتنين كيلو باخد اتنين كيلو برضو من الراتنج السيليكوني وبيتم خلطهم مع بعض ويتم دهان المشغولة ويتم دهان المشغولة طيب بعد ما بيتم دهان المشغولة اللي هي طبعا زي ما بقولنا زي ما بنقول اللي قد تكون قد تكون بطانة وفي نفس الوقت قد تكون ضهارة لانه هو ممكن وجه واحد من الدهان السيليكوني يغطي المشغولة يغطي المشغولة طيب بعد كده بنعمل ايه بنضع المشغولة داخل الفرن وبنسمي هذه العملية مرحلة الجفاف او مرحلة الندوك والاوضح ان احنا نقول الانضاد او الندوك ليه لان طبعا المشغولة لو تم جفافها في الجو العادي في درجة الحرارة العادية طبعا ما بيتمش جفافها الجفاف النهائي بيتم جفاف عبارة عن السطح الخارجي لطبقة الديهان اما طبقة الديهان من الداخل ما ليجفش الديهان طيب علشان اتم عملية جفاف بتوضع المشغولة داخل الافران توضع المشغولة داخل الافران طيب بحطها داخل الافران وبترفع درجة الحرارة حتى تصل لمتين وخمسين لمدة زمنية المدة كام؟ المدة الزمنية ساعة المدة الزمنية ساعة طيب لو انا حطتها في افران وعرضتها لدرجة حرارة ميتين بتقعد في الفرن مش ساعة بقى؟ لا بتقعد اربع ساعات بتقعد اربع ساعات تاني يبقى عندي المشغولة اللي تم اعدادها سواء كان من الحديد او من الالمونيوم او من الماغنيسيوم انا بقوم بعملية اعطاها الطبقة من البطانة هذه البطانة بيتم انضجها داخل الافران مكوناتها سابتة في التلت اسطح مكوناتها سابتة في التلت اسطح بنقول تاني 35% اكسيد الحديد الاحمر زائد 35% كورومات الخرصين زائد 30% اسبستوس ناعم وبخلط التلاتة دول مع بعضهم اللي هم عبارة عن مصاحيق وباخد منهم جزء جزء وبضع عليهم جزء مماسل ليه في الوزن وفي الكمية من راتنج السيليكوني واخلطهم على بعضهم وببدأ ارش المشغولة ابدأ ارش المشغولة وبعد رش المشغولة تترك للجفاف في الجو العادي ومدة زمنية بسيطة جدا وبعد كده ببدأ ادخل المشغولة الفرن وترفع درجة الحرارة حتى تصل 250 تقعد لمدة ساعة لو انا مستعجل ان انا اخد المشغولات بتاعتي او اخد المنتج دوت عشان يتم توزيعه طيب لو انا بقى مش مستعجل بترفع درجة الحرارة حتى 200 درجة مئوية داخل الفرن لمدة اربع ساعات لمدة اربع ساعات كده نبقى احنا استوضحنا وعرفنا الديهان السيليكوني على المشغولات المعدنية اللي هو الديهان الحديد وديهان الاليمونيوم وديهان المغنسوم هنبدأ نشوف فيه دهان اخر اسمه الديهان السيليوزي الديهان السيليوزي وطبعا هلاقي واحد بيقول لي دلوقتي ان الديهان السيليوزي اللي هو احنا عارفينه اسمه ايوا اللي هو الديهان الدوكو دهان الدوكو دوت يا جماعة بيتم تطبيقه على الاسطح السلامة وفي اسطح سلاسة توبعا في عندي سطح المعدن وفي عندي سطح الخشب وفي عندي سطح الجدران هو أنا ممكن أطبق دهان الدوكو على الأسطح الجدارية يعني على الجدران طبعا بيبقى في بعض بنوهات أو مساحات صغيرة ممكن أنا بنفس عليها الدهان السليكوني بتاعي على الدهان السليولوزي بتاعي على اللوحة دية عشان أطبق عليها مثلا دهان رسمة أو مجموعة رسومات على سطح الجدران طيب هل مرحلة إعداد الأسطح في التلاتة وحدة للدهان السليولوزي؟ لا طبعا الجدران لها مرحلة إعداد والأخشاب لها مرحلة إعداد والمعادن لها مرحلة إعداد لا تختلف كثيرا عن مراحل إعدادها للدهانات السابقة اللي احنا اتكلمنا عنها سواء كان الدهان السليولوزي الدوكو الدهان السليكوني أو دهان بوية الأفران أو الدهان الرش الساخن مرحلة إعداد سطح المعدن الحديد وحدة سواء كان سطح جديد أو قديم طيب لو كان بقى سطح المعدن قديم وأنا عاوز أعده أجهزه لاستقبال الدهان السليولوزي طيب هو قديم يعني إيه؟ قديم يعني مدهون دهان سليولوزي طيب لو مش مدهون دهان سليولوزي إيه مرحلة الإعداد واحدة مرحلة الإعداد واحدة إيه؟ إذن أنا بستخدم لإما المزيل العجينة أو المزيل السائل بأدهن طبقة الدهان اللي موجودة سواء كان دهان زيتي أو دهان لكيه أي دهان في الدنيا ببدأ أزيله بواسطة لإما المزيل السائل أو المزيل العجينة طيب لو المزيل السائل عشان تكلفته عالية في عملية استخدامه طيب أنا ممكن أستخدم إيه؟ طريقة القديمة اللي إحنا كنا بنعملها إن إحنا بنصلت بوري اللحام على طبقة الدهان فبتحترق طبقة الدهان القديمة بنبدأ نزيلها بواسطة السكينة بنبدأ نزيل طبقة الدهان بواسطة السكينة بعد كده بقى صنفر السطح كويس جدا ويغزل بالماء والصابون وبخسله بالمية الجرية والصابون وجففه كويس جدا ويكون جاهز لاستقبال الدهان بتاعتي أو مراحل الدهان السلولي طيب لو كان بقى جديد لو كان السطح جديد نبدأ نشيل بنعمل إيه؟ إحنا من شوية كنا بنتكلم في مرحلة إعداد الحديد للدهان السليكوني طيب هي المرحلة واحدة برضه طيب نقول إيه؟ أيوة سامى واحد بيقول لي أول حاجة إزالة الحراشيف وإزالة الزوائد اللحام تمام؟ رافو أيوة أول دي مرحلة طب المرحلة اللي بعد كده سلط طيار من الرمال اللافحة يعني الرملة السخنة عشان نقول أيوة نقلقل أيوة لو فيه بعض جزيئات من الصدق على سطح الحديد بنبدأ نقلقها ونحركها طب وبعد كده يسنفر السطح كويس جدا ويغسل بالماء ويغسل بالإيه؟ بالماء الجاري مع الصابون وبجفف المشغولة وتكون جاهزة لاستقبال طبقة الدهان بتاعي اللي هو الدهان إيه؟ زي ما قلنا الدهان السلروزي طيب نبدأ نشوف كده مع بعضينا خطوة خطوة من الكلام اللي إحنا بنتناوله ده أول حاجة طبعا بعرفني بوية السلروز تعرف بوية السلروز في الأسواق باسم بويات الدوكو وتعتبر من أنجح البويات المستخدمة على السطوح المعدنية وذلك لقدراتها على تحمل الصدمات وحرارة وضوء الشمس والرطوبة ومقاومتها للغازات والأبخرة يطبق الدهان السلروزي على الأسطح الخشبية والأسطح المعدنية وعلى الجدران سواء من الداخل وكذلك من الخارج يستخدمها على الأسطح دي من الداخل أو من الخارج يعني من الداخل إيه؟ يعني من داخل المنزل مثلا أو المشغولات اللي هي موجودة داخل المنزل أو داخل الورشة السطح من الداخل طيب المال من الخارج ايه ليه طبعا زي وجهات المحلات زي وجهات العمارات طبعا هي ما توصلش ان احنا نعمل وجهة عمارات بالدهان السيلولوزي ولكن احنا بنقول السطح من الخارج طب ومعنى السطح من الخارج يعني ايه يعني متعرض للعوامل الجوية بكافة انواعها سواء كانت غازات متصعدة وجاية من المصانع وبتلتسك بجدران ده ايه يقومها سواء كان فيه احتكاك يقاومه سواء كانت فيه امطار بيقاومها سواء كانت فيه احماض وقلويات وغازات حمضية مختلفة بيقاومها تمام ده بالنسبة للأسطح ايه الخارجين معنى ان هو بيتحمل هذه العوامل من الخارج يعني معرض للشمس والرطوبة وخلافه من الخارج طب المال بالداخل بقى طبعا يبقى بيقاوم نفس هذه المواد ولكن اللي هي زي الغازات زي الرطوبة بانواعها بيتحملها السطح من الداخل وكذلك من الخارج طيب نبدأ نشوف بقى ازاي احنا بنقوم بعملية اعداد الاسطح المعدنية زي ما قلنا ازالة الشحوم والدهون باحد المزيلات طبعا وازالة الحراشيف وبعد كده بنصنفر السطح بعد كده يغسل بالماء والصابون زي ما احنا ايلين من شوية اما اذا كان قديم قلنا بنزيل اما ببور اللحام او باحد المزيلات سواء كانت السائلة او العجينة نيجي بعد كده عندنا البطانة البطانة بقى بالنسبة للمعدن البطانة بالنسبة للمعدن بعمل ايه؟ بدي بطانة عبارة عن برايمر مخفف بالطنر بناء برايمر يبطن السطح المعدني ببرايمر اللي متال برايمر المخفف بالطنر ويطرك للجفاف ثم يصنفر بصنفرة ميتين وعشرين وهذه او هذا الرقم اللي هو رقم الصنفرة اللي احنا بنستخدمها بتكون صنفرة دوكو طيب وبعد ما بيتم بصنفرته بالصنفرة الدوكو اللي هي ميتين وعشرين بيغسل السطح بالماء الجاري بيغسل السطح بالماء الجاري يبقى نبديله بطانة ثم صنفره بصنفرة ميتين وعشرين ثم يغسل بالماء والصابون المية طبعا الجارية طيب بعد كده بعمل ايه بيمعجن السطح بمعجون سكينة جاهز معجون سكينة جاهز والمعجون بيبقى عبارة عن المعجون بتاعنا الجاهز معاه مادة مصلبة تساعد على سرعة جفاف طبقة المعجون طيب وببدأ استخدم المعجون بواسطة طبعا سكينة وفي الغالب بتكون السكينة دي مصنوعة من الباغ على سطح المعدن علشان بيبقى فيه انحناءات في سطح المعدن فبيسهل استخدام السكينة اللي هي من الباغ بدي طبقة او اتنين حسب ما بشوف قدامي اه احتياجات السطح محتاج طبقة من المعجون واحدة بدي طبقة واحدة محتاج اتنين بدي طبقتين طيب وإحنا زي ما احنا عارفين من سنة اولى ان طبقة المعجون بيليها فترة جفاف يليها فترة جفاف طيب وبعد كده بعد فترة الجفاف انا بعمل ايه في المعجون لابد من ان انا اصنفره يصنفر المعجون بيصنفر دوكو ايضا ميتين وعشرين وفي الغالب السنفره هنا بقى عشان استخدمها باستخدم معها مية ازاي باستخدم معها مية ان انا بجيب السنفره بتاعتي وببللها بالماء وبجيب قطعة من الاسفنج تبلل بالماء وببدأ بواسطة السفنجة توضع على المشغولة اللي هي تم معجنتها وبالسنفره المائية بتاعتنا اللي هي سنفره الدوكو اللي هي ميتين وعشرين ببدأ اصنفر السطح حتى يصبح السطح ناعم طب جيب انا كده عملت المعجون وديته فترة وبعد ما اديته فترة سنفرته وبعد ما سنفرته بدي بطانة اخرى بدي بطانة اخرى بيطلق عليها بطانة سيرفيسر هذه البطانة بيكون البوية الجهزة بتاعتنا اللي هي بوية البطانة مضاف عليها الطنر مضاف عليه الطنر الطنر بيبقى مضاف عليه بنسبة مخفف بالطنر بنسبة اربعين في المية يعني ايه؟ يعني بجيب بوية السيرفيسر وبضع عليها اربعين في المية من الطنر يبقى في الحالة دية البوية بتكون ثقيلة شوية يعني نسبة تركيز البوية اعلى وبدي وجهين اتنين وبدي وجهين اتنين من بوية السيرفيسر الممزوجة بالطنر المخفف بنسبة اربعين في المية وبين كل وجه واخر فيه فترة جفاف وبعد كده بدي الوجه السالس بتاعنا والوجه السالس بيكون نسبة التخفيف يعني نسبة التنر اللي موجودة بتعلى بتبقى ستين يعني البوية بنسبة اربعين في المية ويترك للجفاف وبعد جفاف هذه الطبقات من البطانة بنقوم بعملية السنفرة السنفرة بايه؟ سنفرة دوكو متين وعشرين بواسطة المية يعني بواسطة قطعة من الاسفنجل المبللة بالماء وبنبدأ نمشيها على سطح المشغولة بتاعتنا للتأكد من وجود الرطوبة او وجود المية بتاعتنا علشان اقوم بعملية السنفرة طيب بعد ما قمت بعملية سنفرة البطانة التانية ببدأ اعمل ايه؟ ببدأ بقى اعمل مرحلة الظهارة اللي هي بوية بوية السيلولوز بتاعتي بوية السيلولوز بتاعتي يا جماعة فيها عدة اوجه عدة اوجه والعدة اوجه بتوعنا عبارة عن سلاس اوجه سلاس اوجه وبنسب مختلفة اول حاجة بالنسبة للوجه الاول والوجه التاني بيكون نسبة السيلولوز بتاعي او نسبة بوية السيلولوز الجاهزة بنسبة ستين في المية بنسبة ستين في المية واربعين في المية طنر واربعين في المية طنر طيب بين كل وجه واخر فيه طبعا زي ما احنا عارفين فيه فترة جفاف بعد كده بدل وجه التالت الوجه التالت بيبقى ايه؟ بيبقى عبارة عن خمسين في المية بوية السيلولوز وخمسين في المئة طنر خمسين في المئة بوية سيلولوز وخمسين في المئة طنر ويترك السطح للجفاف بعد جفاف هذه الطبقة من الديهان بيدهن وجه أخير والوجه الأخير بيكون نسبة السيلولوز فيه 25% ونسبة الطنر عالية حوالي 75% وبعد جفاف هذه الطبقة بنقوم بعملية صنفرة السطح كويس جدا بصنفرة ربع مية بصنفرة ايه ربع مية ايوة كنا احنا مستخدمين في البدايات وفي المراحل السابقة الصنفرة بتاعتنا بتكون 220 اما الصنفرة اللي بعد الوجه النهائي احنا بنتكلم في دهان ايه دهان سطح المعدن دهان سطح المعدن ببوية السيلولوز طيب نجيب الصنفرة بتاعتنا اللي هي ربع مية وبنقوم بعملية الصنفرة وبنقوم بعملية الصنفرة بتاعتنا على المشغولة وطبعا بجانب ايه ايوة قطعة الاسفنج المبللة قطعة الاسفنج المبللة طيب وبعد كده بيكون الجه السطح المعدن جاهز لعملية الصقل والتلميع لعملية الصقل والايه التلميع طيب ده كده بالنسبة لسطح المعدن طيب لو احنا اتكلمنا بقى بالنسبة لسطح الخشب يبقى احنا كده اتكلمنا مراحل دهان الحديد ببوية السيلولوز الخطوة الوحيدة اللي بقية اللي هي ايه الصقل والتلميع والصقل والتلميع سواء كان على الحديد او المعدن او الخشب او الجدران مرحلة واحدة فبالتالي احنا بعد ما ننتهي من الاسطح المختلفة اللي احنا بنقولها سواء كان الاخشاب او المعدن او الجدران بنقول الخطوة النهائية او المرحلة النهائية اللي هي عملية الصقل والايه طيب بنقول بالنسبة لسطح الخشب بيقول لي ايه طبعا سطح الخشب بداية بداية المفروض ان انا بدي له طبقة اعمل له طبقة ايه يتشرب بيها السطح وفي نفس الوقت تعمل له نوع من التماسك طيب بدي له طبقة ايه من محلول الغراء محلول الغراء الممزوج بالمية طبعا يعني غراء ممزوج بالمية وبدي طبقة على سطح الخشب بدي طبقة على السطح الخشب ممكن الطبقة دي اللي هي طبقة الغراء ممكن تبقى ممزوجة بمزيج من الاسبداج يعني انا ممكن احط كمية من الاسبداج وهنقول المرحلة دي ليه لان انا طبعا اما بحط اسبداج على الغراء الممزوج بالمية بيحاول وجود الاسبداج يعمل لي سد او يسدي لي بعض مسام الخشب يسدي لي بعض المسام للخشب طيب ما هو هيبقى مكالكة لان احنا بنقول مزيج من الغراء والاسبداج اه ما هو مزيج من الغراء والاسبداج وانا بعد ما بدهنه المفروض اصنفر المفروض ايه اصنفر السطح طيب بعد كده يا جماعة بعد هذه الطبقة بقوم بعملية سنبكة المسامير سنبكة المسامير ببدأ رؤوس المسامير طبعا انا ما بده الطبقة بتاعتي دي بتظهر رؤوس المسامير البارزة ببدأ اغطسها في سطح الخشب اغطسها في سطح الخشب طيب وبعد الانتهاء من تغطيس او اتضق على رؤوس هذه المسامير بعمل ايه في عندي عقد هذه العقد اللي موجودة في الخشب بتفرز مواد راتنجية ايه بتفرز مواد راتنجية هل هي هتنها تفرز مواد راتنجية حتى لو انا دهنتها طبعا الاخشاب هذه العقد اللي موجودة فيها بتفرز مواد راتنجية حتى بعد انتهاء عملية الدهان حتى بعد انتهاء عملية الدهان الله طب انا طب ما هو ده يبقى عيب في الدهان لا مش عيب في الدهان هو عب في مراحل تطبيق الدهان يبقى انا اعمل ايه بعمل عملية معالجة بعمل عملية معالجة المعالجة دي ايه ان انا طالما انا هدي دهان سيلولوزي ساتر يعني بيغطي طبقة الخشب فيه ثلاث حاجات انا ممكن اعملهم اما ان انا بجيب محلول الجمالكة الممزوج بالكحول وببدأ اشبع هذه العقد بمحلول الجمالكة طب دي نقطة النقطة التانية قال لي ان انا ممكن تجيب عفير التوم يعني اجيب فصين توم كده وادعكهم في قطعة اماش وادعك هذه الجزء او هذه الجزئية اللي فيها عقدة تمام طيب دي مرحلة تانية طيب المرحلة التالتة ايه المرحلة التالتة بقى وبتعتبر دي مرحلة نهائية ان انا بجيب رقائق معدنية ورق رقيق من المعدن الرؤية الالمونيا مثلا تمام وبدي طبقة من السيلولوز او طبقة من الجلد صايز بتاعنا مادة لاصقة بديها على العقدة وبعد ما بديها على العقدة اقوم لازئ عليها رقيقة الايه الالمونيوم بتاعتي طب اقدر انا ما عنديش رقيقة الالمونيوم انا ممكن استخدم ايه قال لي من الممكن ان انت تستخدم قطعة من الشاش العادي بتاعنا قطعة من الشاش وبعد ما تلزق قطعة الشاش على هذه العقد برضو بتديها طبقة من الجملكة عشان تقفل نهائي عشان تمنع تسريب اي حاجة لان زي ما احنا عارفين ان الشاش فيه مسام فممكن المادة اللي بيتم افرازها ممكن تنفذ من خلال المسام دي فانا بدي طبقة من الجملكة طيب قطعة الشاش دي بتمنع ان اي افرازات تخرج ولو خرجت طبعا بتبقى بكمية بسيطة جدا وطبقة محلول الجملكة بتمنع الكلام ده طيب وايه تاني اللي ممكن برضو بتستخدم قطع الشاش الصغيرة دي في اللحمات وفي الفواصل اللي موجودة في مجهولة الخشب الفواصل واللحمات بتاعة مجهولة الخشب ليه لان هذه المجهولة الخشبية بيبقى ممكن عليها بعض احمال او بعض الضغوط فالفواصل دي ممكن تنمل او يتم تشقيقها طيب لمعالجتها ايه ان انا من البداية بلزق عليها طبقة من الشاش بتاعتنا عشان تمنع ان التشريخ ده ما يظهرش فيما بعد طيب بعد ما انا عملت هذه العملية بيجيب طبعا المعجوم بتاعي وببدأ اسد السقوب اللي هي طبعا نتجة من الدقة على رؤوس المسانير وفي نفس الوقت ببدأ ادي الاماكن بتاعة العقد اللي احنا عملناها معجون وقد يكون اننا ممكن ادي طبقة من المعجون كاملة على سطح المجهولة اما معجون اننا بكون مجهزه ومعجون غراء او معجون جاهز بيستخدم على الاخشاب وبيطلق عليه المعجون البلاستيك او معجون البلاستيك وبعد الجفاف طبعا اوتوماتيك زي ما احنا خلاص متفقين طبقة المعجون يليها صنفرة طبقة المعجون يليها بعد جفافها صنفرة على طول طيب بعد كده يا جماعة في ايه بقى ببدأ اعمل ايه بدي البطانة يبقى انا خلاص اعداد السطح بتاعي بدي البطانة البطانة عبارة عن برايمر برضو بس مش اي برايمر يعني احنا استخدمنا على المعدن مثال برايمر لا هنا وود برايمر اللي هو خاص بالخشب وود برايمر اللي هو خاص بالايه بالخشب طيب بعد ما بدي البطانة ديت اللي هي بيطلق عليها البطانة الاولى لان فيه بطانة تانية بدي معجون الله ما احنا ادينا معجون من شوية اه لا المعجون ده كان لسد المسام المعجون ده كان لسد المسام وزي ما قلنا معجون غيرة او بيكون معجون بلاستيك بدي معجون اخر بقى يطلق عليه او معروف بالمعجون الفرنسي معروف بالمعجون الفرنسي واحد بيقول لي دا احنا خدناه في سنة اولى اه خدته في سنة اولى اه موجود معنا برضو في سنة تالتة اللي هو مكونات معجون الفرنسي بيبعبارة عن ورنيش ونفض واسبداد وطبعا وزنك عبارة عن هذه المكونات بتاعتنا بنخلطها مع بعضيها بنسب معينة عندنا مثلا النفض والورنيش بنسبة 20% و20% نفض و5% اسبداد و10% واحد في المية عبارة عن الزنك طيب المكونات دي بنخلطها مع بعضيها وبعد ما بنخلطها مع بعضيها بنبدأ ندي طبقة من المعجون على السطح بندي طبقة من المعجون على السطح طيب طبقة المعجون اللي هو المعجون الفرنسي هنعمل ايه بقى؟ ايواس اما واحد بيقول لي هنصنفر اه يصنفر السطح بصنفر ايه بقى؟ صنفره 220 الله طب بس احنا ما ادينا معجون الغراء او معجون البلاستيك ما جبناه سير السنفر اه لان اولا المعجون البلاستيك او معجون الغراء بمعجون يعتبر ضعيف وانا القاصد منه ان انا اسد بعض المسام فبستخدم السنفره اللي بيطلق عليها السنفره الخشابي اللي هي السنفره العادية بتاعتنا اما بعد طبقة المعجون الفرنسي اللي داخل في تركيب ورنيش بيبقى شبيه معجون السكينة او شبيه معجون الدوكو صلد وصلبة على سطح الخشب ببدأ استخدم السنفره الدوكو ببدأ استخدم السنفره بتاعت الدوكو وطبعا صنفره الدوكو بتين وعشرين ومستعينا بايه بقطعة الاسفنج المبللة بالماء مستعينا بقطعة الاسفنج المبللة بالماء وببدأ اصنفر السطح كويس جدا وبعد الانتهاء من صنفره السطح بدي البطانة بتاعتي التانية اللي هي طب ايوة واحد بيقول هي زي سيرفيسر ايوة سيرفيسر بس اللي هو اه خاص بايه بسطح الخشب او ممكن حاجة اسمها ولكن احنا هنستخدم السيرفيسر وبنستخدمه بحيس بدي عدد من الطبقات قد تصل لتلاتة او اربعة على السطح وبعد كده بتكون نسبة الطنر اللي موجودة بنسبة ستين في المية يعني سيرفيسر بنسبة اربعين في المية والطنر بنسبة ستين في المية وبعد الانتهاء من هذه العملية ببدأ عملية ايه دهان المشغولة بالدهان السيرولوزي بتاعي الدهان السيرولوزي بتاعي وبتكون المراحل زي ما احنا قلناها قبل كده ازاي ان طبعا الوجه الاول والتاني من بوية السيرولوز بيكون بوية السيرولوز بنسبة ستين في المية والطنر بنسبة اربعين في المية والوجه طبعا وفي فترة جفاف بين كل وجه واخر بعد كده بندي الوجه التالت وبتكون نسبة ايوه نسبة السيرولوز فيه ونسبة الطنر متساوية خمسين في المية وخمسين في المية وبعد جفاف السطح بدي الوجه النهائي او الوجه الاخير اللي بيكون نسبة السيرولوز فيه خمسة وعشرين في المية ونسبة الطنر فيه خمسة وسبعين في المية ويترك السطح للجفاف ثم يصنفر ثم ايه يصنفر بالصنفرة بتاعتنا ايوه سامي واحد يقول لي صنفرة ربقاء ايوه صنفرة الرغبامية بتاعتنا بصنفر السطح مستعينا طبعا بقطعة الاسفنج وبيكون كده السطح جاهز ايه جاهز لاستقبال طبقة الايه السقل والتلميع السقل والتلميع بعد كده طبعا او زي ما بقلنا يدهن السطح الوجه النهائي من بوية السيرولوز المخفف بالطنر حسب النسب اللي هو الوجه النائي قلنا خمسة وعشرين في المية سيرولوز وخمسة وسبعين طنر ويطرق للجفاف ثم يضعك السطح بعد ذلك بالصنفرة الايه الدوكو اللي هي ربع مية مستعينا طبعا بالماء والصابون وقطعة الايه الاسفنج وكده يكون السطح بتاعنا الاحشاب تم دهانه بديهان السيرولوز بتاعنا وفضل على خطوة ايه ايه واقف على خطوة السقل والتلميع السقل والتلميع طيب يبقى اللي فاضل عندنا السطح اللي لسه بقى ما تمش اعداده ايه الجدران الجدران ازاي انا بقى ببدأ اجاهزها علشان استقبل دهان ازاي انا ببدأ اجهزها لاستقبال الديهان بتاعنا الديهان السيرولوزي طبعا احنا بنبدأ نعمل عملية تجليخ للجدران وبعد تجليخ الجدران بنبدأ لو فيه اماكن محتاجة جبس او اسمنت بنبدأ نعملها وبعد كده يا جماعة ببدأ ادي البطانة بتاعتي اللي هي برايمر بتاعنا وبعدها بندي صنفرة وبعد ما بنخلص صنفرة بدي معجون اندويل العادي ايواه واحد بيقول احنا خدناه قبل كده اه معجون الاندويل اللي هو ازبداج وزيت وزنك اه ومية وغيرة طبعا اه بنسب معينة ببدأ معجن السطح وبعد ما عجنت السطح بصنفره كويس جدا وبيكون السطح جاهز كده لاستقبال الديهان بتاعنا اللي هو دهان السيلولوز وبيتم نفس تنفيذ الديهان بنفس المراحل وبنفس الطريقة اخر حاجة اللي هي عملية السق ازاي انا بسقل بجيب حاجة اسمها كامباوند وبواسطة قطعة من القطن الطبي بيدعك السطح كويس جدا عشان اقوم بعملية سواء كانت معدن او جدران او اخشاب ثم يتم تلميعهم بورنيش يعرف ببوليش واكس وزي ما احنا تناولنا دهان بتاعنا اللي هو الديهان السيليكوني وتعرفنا على الديهان السيليكوني وكيفية اعداد الاسطح المعدنية بكافة انواعها وكذلك عرفنا الديهان السيلولوزي كيف يتم تطبيقه على الجدران وكيف يتم تطبيقه على الاخشاب والمعادن وتنولنا مراحل الديهان بنسب الخمال بتاعتنا المتنوعة واتعرفنا على البطانة ولذلك احنا كده اتعرفنا على الديهان السيلولوزي والديهان السيليكوني الى هنا تنتهي حلقتنا على امل اللقاء لاسبوع القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة